طيب برضو دكتور وليد يعني فدنا في نقطة ان طبعا يعني الاقتصاد مرتبط بالمستثمرين وطبعا لما يكون يعني البلد مستقرة ويكون الوضع الاقتصادي كويس وسليم ده طبعا بيشجع المستثمرين ان هم يستثمروا في البلد فلو قلنا اتكلمنا عن مصر كيف استطاعت طبعا يعني ثورة 30 يعني يونيو انها تزيل الخوف طبعا لدى المستثمرين في مصر طبعا يعني انا عايز اقول ان ما كانش دي ثقة نهائيا من الاستثمار الاجنابي كان هناك توقف كامل لعملية الاستثمار المستثمر المصري نفسه كان بيقى تشكك وكان خايف يعمل مشروع لانك طبعا مش معقولة كان هيعمل مشروع في ظل الترابات فقوية المصانع كانت توقفت لان ان اصحاب المشروعات مش قادرين يوضهم كل الترابات الفقوية اللي كانت موجودة تدريجيا تم بالفعل انهاء عمليات الاحتجاجات الفقوية واكتسب المستثمر المصري شهيته على العمل الاستثمارات الخارجية ايضا مع بداية برنامج يصطح الاقتصاد ارتفعت وكانت تجاوزة 8 مليار دولار اخذنا المركز الاول لجازم الاستثمارات الخارجية المباشرة في افروفيا اللي عدت سنوات على التوالي في هذا المجاب تحديدا كانت محطة التاولى المصرية اكبر بكثير وكنا بنخطط لنحو 15 مليار استثمارات خارجية لو لا تدعيات ازم الكورونا اللي هي عطلتنا شوية وقللت شوية حجم الاستثمار العالمي بصفة عامة الا انه رغم جائحة كورونا لازلنا في المركز الاول محققين 6 مليار دولار استثمار مباشر ولازلنا في المركز الاول على المستوى العالمي رغم تدعيات جائحة كورونا هذا الامر يعني شيء مهم وعايز اقول على واقعة واقعة مهمة جدا ان في مؤتمر الاقتصادي في 2015 اللي عقد اتشاره الشيخ لجازم استثمارات للسوق المصري كان هناك تشكك والمستثمرين اللي في العالم اللي وقعوا اتفاقيات كانهم بيرغبهم في جازم الحصول على القروض وتمويل من جازم المصراف المصري حتى يقوموا بالعمل طبعا هذه الامور لم تتم واشتغلت الدولة المصرية على نفسها لدرجة ان النهاردة كل المستثمرين اللي كانوا مترددين في دخول السوق المصري النهاردة بيدخلهم والنهاردة بيستثمروا في العسامة الادرية الجديدة وفي كافة المشروعات واصبح مستوى الاستثمر مع الدولة مطلوب ما فيش اي شركة كبرى في يوم ممكن ان تسام في مشروع كبير في مصر من خلال الدولة إلا لما بيكون لها شغف انيات الفلسطور المصري على المستوى المتوسط ايضا كان هناك نجاح اتصور ان احنا بنا تطلع الى الاستثمار المباشر على المستوى المتوسط والاقل من المتوسط بصوره اكبر خلال الفترة القادمة اللي برنامج الاصلاح الاهيكالي بيعمل فيها على تدعيم الاستثمار وعلى تهيئة بقية الاستثمار وزيادة تنفسياته بصوره اكبر يساعد على مزيد من التنشيط يشجع المستثمر المحلي والاجنبي على انه يتفاعل بصوره اكبر مع السوق المصري تمام يعني زي ما حادتك وضحتنا دكتور وليد طيب اسمحيني ايضا ننتقل لسؤال اخر طبعا حياتك شايف يعني زي ما حادتك عارف الاشهادات الدولية طبعا بمصر ويعني صندوق النقد الدولي طبعا وده طبعا بيدي ايضا يعني دفع للمستثمرين ان هم يكونوا متوجدين بشكل كبير في مصر برضو رؤيت حضرتك لهذا الموضوع وتراها ازاي يعني هزا الاشهادات احنا عندنا نوعين من يعني علشان النجاح والنجاح ده هو معيار ايه؟ معيار دخيني ومعيار خارجي معيار دخيني ده اللي احنا بنشوفه في المشروعات اللي احنا بنشوفها في الطرق اللي بنمشي عليها في الصحة ومشروعاتها اللي بنعيشها في التضخم نسبه التضخم والسيطرة على الاسعار اللي احنا موجودين فيه كل هذه المعايير وتحدثنا عنها معيار دخيني المعيار الخارجي немногоهمية كبرى لأنه هو من جانب بيقول لي أنا كمواطن أن الغرب أن المؤسسات الدولية بيشايفة أننا نسير في الاتجاه الصحيح وأن المؤسسات اللي كانت بتتحكس بصورة سيئة عن الاقتصاد المصري في فترات التراب السياسي عادة لتتحكس عنه بصورة جيدة فضلاً عن أن هذه التقارير وهذه التصنيفات بتشجع والمستثمرين للأجانب وبتطمئن المستثمر للأجانب والمصري على دخول السوق المصرية مما يزيد من العملية الاستثمار وخلق فرص عمل وزيادة النتج المحل الإجمالي اليوم نحن أمام تحسن كبير تم قبل تدعيات كورونا في تصنيف مصري الاتماني تثبيت رغم الأزمة والتثبيت في وقت الأزمات نجاح في ثلاثة مؤسسات الاتمانية الكبرى لتصنيف الاتماني المصري صندوق النقد الدولي دائماً بيتوقع الاقتصاد المصري منذ بداية برنامج إصلاح الاقتصادي نتائج ونحن نحقق الأعلى منها الأخيراً صندوق النقد اعتمد المراجعة الأخيرة لتصنيف الاتماني مع مصر وأصدر تقرير الحقيقة كان يعني عايز أتوقف فيها عند كلمتين مهمين جداً وهو كلمة صلابة الاقتصاد المصري أن الاقتصاد المصري اقتصب صلابة مكنتهم من التصدي لتداعيات أزمة كورونا الصندوق دائماً بيستخدم رفزين هشاشة أو صلابة فكونوا أنه هو يخرجنا من منطقة وصف الاتصاد بأنه هشة أو على قدر من الهشاشة إلى أنه دخلنا إلى منطقة أن الاقتصاد المصري يمتلك الصلابة الكافية التي مكنتهم من تداعيات كورونا ده شيء طيب جداً أيضاً كان هناك عبارة مهمة ذكرها التقرير وهو أن الاقتصاد المصري يمتلك فرص هائلة للنمو في المستقبل القريب هذا النمو الهائل شيء مبشر جداً من المؤسسة الدولية بتطميني أنا كمواطن وفي نفس الوقت كافة المؤسسات الدولية الأخرى لما الصندوق يصدر ذلك بعد مراجعة من خبراءه لصاد المصري بقية المؤسسات بتعتمد الأرقام التي تصدر عن الصندوق فبالتالي بتتحسن المؤشرات المصرية لديها بصورة عامة